طبعا إحنا وإحنا بنقدم لكم الصور دي والفيديوهات دي لأهلنا في غزة أطفال وستات وكبار ورجال وكله الواحد بيجي له إحساس بأنه الميا اللي بيشربها فيها غصة كده فيه كأن حد رش شوية مرارة على حياتنا العادية وتيجي تلبس هدومك تفتكر تقوله الناس دي ما بتلبسش تيجي راح تعمل أي حاجة من الحياة الطبعية راح تنقي طماطم مثلا تفتكر تقوله الناس دي أصلا عايشين إزاي تيجي مثلا عايش صادرية وانت بتجيب دوات وتفكر طب هو الناس اللي في غزة ترجع عنده بقيت بتحس بأنه سبحان الله يعني حياتنا هي 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 معطياتها المادية هي هي بس إحساسنا فيها اختلف لأنه إحنا بقينا شايفين قدامنا كده يعني في اللاوعي بتاعنا أو حتى في الوعي إن أهلنا في غزة بيعانوا وإحنا عندنا إحساس بالمرارة إحساس بالعجز إحساس بقلة الحيلة مش عارفين نعمل إيه وبالتالي بتلاقي نفسك متعتك تحولت لألم ووجع ضمير وبالتالي أنا مش بنستغرب إن الناس عمالة تعمل شيرينج للصور اللي حارككم شفتوها وغيرها تخش على إنستجرام بتاع مثلا واحد صاحبك أو زميلة ليك أو حاجة هي حياتها كلها مثلا بتاعت فساتين وبتلبس وفجأة تبصت لقيت كل التايم لاين بتاعها أو البتاعة دا بتاع الإنستجرام دا كل ستوريز بتاعتها كلها صور زي كده لإنه دا نوع من تفريغ الطاقة السلبية ومتلموش حد إنه دا اللي بيعمله ما هو هيعمل إيه ما هو أنت مدام دخلت جواك هذي الطاقة السلبية زي بتطلع فبتطلع إزاي يعني نخليها يعني معادي على أقل ما نفكر بعض بإن فيه محنة وإن فيه ناس بتعاني وإلى آخره فأرجو بس إن إحنا نكون رحماء ببعض في هذي وبلاش مزايدات والدعاء وطنية وإزاي فلان يقول يا عمي خلي كل واحد في حاله يا عمي خلي كل واحد في الظروف نروح للمشهد الإيراني هل هو اختبار لمصداقية إيران إذا كانتها تتحرك حيال الحرب الدائرة في غزة ولا هو فقط تسجيل موقف أو ربما تأجيل الموقف ريثما تتضح ملامح الصورة الكبرى طهران وعلى لسان وزير خارجيتها تؤكد مجددا وتهدد بأنها إذا استمرت الحرب بين إسرائيل وحماس فإن الوضع لن يبقى على ما هو عليه على حد قول الوزير الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المقاومة ستتخذ إجراء مفاجئ آخر إجراء مفاجئ طبعا ربما ستلاقى في مضمونه مع ما سيقوله لنا الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله في خطابه غدا الجمعة الساعة ثلاثة بتوقيت بيروت الساعة خمسة بتوقيت دبي بينتظر طبعا الناس كتير من المؤيدين ومن المعارضين على حد سواء نصر الله الذي لم يخرج ليتحدث علانية منذ بدء الحرب في سبع أكتوبر اكتفى بنشر يعني ظهور دعائي تشويقي كده زي بتوع النجوم السينما أثار الاستغراب والانتقاد بين اللبنانيين والعرب حتى من بيروت معي دكتور فارس سعيد أو سعيد هو يصلح لإسمه السياسي اللبناني والبرلماني السابق سيد فارس أهلا بحضرتك ومعيش سامحي لو كنت قريت الفاميلي نيم غلط يعني مساء الخير أنا اسمي فارس سعيد سعيد سيد فارس خلينا نبدأ بالسؤال الكبير وبعدين نرجع لحزب الله كأنتم كلبنانيين تشاهدون المشهد في غزة والإحساس العام بأن المنطقة كلها مهددة هل في حال التحسب لما سيكون عليه الأمر بعد خطاب السيد حسن نصر الله غدا نعم يعني كل لبنان بكل شرائحه يتابع ما سيتكلم به غدا السيد حسن نصر الله لعدة أسباب أولا لأنه لن يتكلم منذ سبعة تشرين حتى اليوم اثنين نظرا لموقع هذا الحزب في الصراع القائم ثلاثة هناك سؤال يطرح نفسه في لبنان في كل بيت في كل عائلة لبنانية هل سينزلق لبنان باتجاه الحرب؟ هل سيقحم حزب الله لبنان في هذه الحرب؟ هل هناك إرادة إيرانية من أجل توسيع رقعة القتل أو الصراع؟ وهل العنوان الذي حمله إيران منذ عقود في المنطقة أي توحيد الساحات هو عنوان تحت الاختبار اليوم؟ وهل هذا العنوان سيكون قيد التنفيذ؟ أو أن إيران تحول سطارة بالدم الفلسطيني في غزة وتورا بما يجري في شمال إسرائيل وجنوب لبنان من أجل تحسين ظروف مفاوضاتها مع الولايات المتحدة ومن أجل أن تنتزع لها مقعد أو كرسي على طاولة مفاوضات حول المنطقة وعلى المنطقة لأن ما يجري اليوم ربما في حرب غزة يتجاوز حتى الشأن المحلي أي الفلسطيني الإسرائيلي حتى ينفتح على مشهد جديد في المنطقة هو إعادة ترتيب المنطقة على قواعد جديدة على قواعد اجتباك جديدة خاصة توزيع نفوذ سياسي، ثقافي، اقتصادي، مالي في المنطقة من جديد سيادة النائب حضرتك سياسي مرموق وبرلماني لك تاريخ طويل ممكن أتجرى وأسأل حركة السؤال هذا هل هناك من يستطيع أن يصل لأذن السيد حسن نصر الله لإقناعه، للتوسل إليه، للضغط عليه من اللبنانيين أرجو أو نرجو منك ألا تجر لبنان واللبنانيين إلى معركة نحن غير مستعدين لها؟ في حد بيوصله؟ يعني هو لا يعير أي وزن داخل اللبناني والقوى السياسية اللبنانية التي باتت بغالبيتها الساحقة تدور في فلك حزب الله حزب الله يمسك بالنفوذ وهو الذي يوزع النفوذ والكراسي على جميع اللبنانيين بمعنى أن منذ العام 2006 حتى اليوم وتدريجيا أصبح أن النفوذ في يد حزب الله والكراسي في يد اللبنانيين وبالتالي هناك قوى سياسية وازنة باتت تدور في فلك حزب الله من أجل مقايدة هذه القوى تعطي الحزب غطاء لبنانيين مقابل ما يعطي حزب الله لهذه القوى ولهذه الأحساب كراسي ونفوذ داخل وبالتالي هو لا يعطي أي أهمية لهذه القوى ويحتل الساحة اللبنانية يحتل المساحة اللبنانية بمعنى أن بات هناك قناعة في لبنان إذا أردنا أن نعرف أن نستكشف أي شيء علينا أن نستمع إلى خطاب سيد حسن نصر الله أما إقناع سيد حسن نصر الله من مساحة لبنانية أو من باب المصلحة اللبنانية لا أعتقد بأن الاتكال على حزب الله على لبنان وحول لبنان مفيد أنا في سيد فالس كان كنت تبقى لك فترة كده كان كل مطلع في البرنامج ويكون عندي ضيف لبناني كنت أسأله هل سيد حزب الله مستني أمر أم مستني إذن من إيران علشان يدخل الحرب فكان فيما يشبه الإجماع بأن إيران تأمر وحسن نصر الله ينفذ هل حرك على نفس التوجه ده؟ نعم هذا ليس لا يتسر هذا واقع جمعت إيران أوراق لها في المنطقة تدريجية في صنعاء الحصليين يدعون في فلك إيران في ميراق الحشد الشعبي في سوريا هناك ميليشيات تابعة لإيران مباشرة على الأرض السورية ونظام بشار الأسد أيضا يدين لإيران بقائه في قصر المهاجرين في الشاب في بيروت نخوذ إيران اسمه حزب الله الذي يسيطر على الحياة الوطنية اللبنانية واليوم حتى لو هناك تمايز فعلي بين حماس وبين إيران إنما أيضا في فلسطين يمسك بطريقة ما إيران تمسك بطريقة ما جزء من القرار الفلسطيني من خلال التحالف القائم بين إيران وبين حماس وبالتالي لا يمكن أن يستطيع حزب الله أن يتفرد بقرار لبناني صافي وأن يأخذ لبنان باتجاه الحرب إذا لم يكن هذا القرار منسقا بشكل كامل مع إيران طيب سيد فارس حسن نصر الله وليه بقرأ؟ أعتقد بأنه سيقول لغزة أنا لم أترك غزة ولم أترك طضية فلسطين أنا قمت بخطوات هائلة أنا أجبرت بالمردة الأولى منذ العام الفلسطيني وثماني واثمين واثمين الإسرائيليين أن يكونوا في خيام مثله مثل اللاجئ الفلسطيني منذ العام الفلسطيني وأنا استدعيت إحتياط الجيش الإسرائيلي الذي حشد أكثر من 30 ألف جندي إسرائيلي وهذا الاستدعاء بإتجاه الجبهة الشمالية أراح غزة بمكان ما وبالتالي إذا كان هناك من شكوك لأن حزب الله لم يفي بوعوده لأنه يقف إلى جانب فلسطين هو يقف إلى جانب فلسطين كما سيتوجه إلى لبنان بالقول إذا كنتم تتهمون حزب الله بأنه فصيل إيراني وبأنه متهور وبأنه يريد دخول لبنان في حرب غير محسوبة أنا هنا حتى أقول بأن منذ 27 حتى اليوم أنا الذي حميت لبنان من انزلاق لبنان بهذه الحرب وبالتالي يحاول من خلال إمساك كما يقال في العامية بلبنان العصر من نصفها يحاول استرضاء الرأي العام الإسلامي والعربي العريض ويحاول أيضا استرضاء الرأي العام الداخلي اللبناني لأنه يدرك ويعرف لأن غالبية اللبنانيين بكل تناوينهم السياسية لا يريدون انزلاق لبنان مجددا في حرب غير مدروسة وغير محسوبة وربما غير متكافئة مع إسرائيل كأنه حضرتك ممكن يعني أستنتج من كلام حضرتك إيران كأنه هي المنطقة إيران وإسرائيل وبينهما عرب إيران وإسرائيل بينهما حرب تدور على أرضنا هل نفهم صح؟ وبدمنا نحن بمعنى أن هناك لحظة إعادة ترتيب المنطقة بين نظام عربي يتراجع نظام عربي تقريدي يتراجع منذ الربيع العربي هناك انهيارات على مستوى النظام العربي القديم ونظام عربي جديد نتلمس مع علمهم هناك ثلاث قوى غير عربية دخلت إلى المنطقة إيران، تركيا وإسرائيل وتحاول هذه القوى الغير عربية إنما هي إقليمية بأن تضع يدها على ما تبقى من المساحة السياسية الاقتصادية العربية وهناك من يستسمر بنا ويستسمر على ظهرنا ويستخدم دمنا أكان في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في مصر في رفح للقول لانتزاع أو لتحسين ظروف مفاوضاتهم مع الجانب الأمريكي الكل يعرف لأن كنا على قوسين أن يكون هناك شبه تقارب أو تفاهم بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل وكانت المنطقة تذهب باتجاه ترتيب عربي بدون إيران أتت هذه الحرب في سبعة تشرين لانقلاب رأسا على عقب على ما كان يخطط له في المنطقة وللمنطقة وبالتالي نعم إيران التي استثمرت منذ أربعين عام في هذه المنطقة والتي دعت بأنها تتحكم بمصير أربع واصم عربية واليوم سنضيف عليها أيضا جزء من غزة وجزء من القرار الفلسطيني هذه الإيران تحاول من خلال الاستثمار في عدم الاستقرار وفي الحرب وفي العنف وبنا وعلى جلدنا من أجل أن تحسن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وأن تنتزع لها كرسي حول طاولة على الترتيب المنطقة طيب أنا هسألك سؤال وحسألك تملك ألا تجيب عليه أو تجيب عليه بأي شكل أشكال التورية أو عدم الوضوح أو عدم مباشرة هل الرواية الإسرائيلية اللي بترى أنه التخلص من حماس والجهاد وإلى غيره هو نوع من قطع زراع إيران وبالتالي ده يفتح الأفاق إلى قوى الاعتدال العربي أنها تدخل في مفاوضات مع إسرائيل من أجل إنهاء الصراع هل ده ممكن ومرة تانية حالك لا مش هستجاوب ما فيش أي مشكلة لا غير ممكن وبشكل كتير واضح أنا أعتقد بأن مسؤولية إسرائيل بالاعتراف بحقوق الفلسطينيين وبالسير باتجاه قيام الدولتين على قاعدة مقررات بيروت أو قمة بيروت العربية في العام 2002 هو الذي يسمح للاعتدال العربي أن يكون موجود على طاولة المفاوضات أما أن ترد إسرائيل بالخشونة التي استخدمها حماس وأن نكون الدم الذي يستدعي الدم والعنف الذي يستدعي العنف أصولية إسرائيلية وأصولية حمساوية لا تصنعان سلاما في المنطقة ولا تفسحان المجال لأي اعتدال عربي أن يكون له كلمة الاعتدال العربي اليوم أي المملكة مصر السلطة الفلسطينية الأردن يشكل هذا المربع ومعهم المغرب ربما حلقة ضعيفة بالأحداث القائمة اليوم وحلقة غير مؤسرة على الأحداث من يمسك بزمام الأمور هو إسرائيل التي تتعامل مع الأحداث كالثأر الهائج حماس التي نجحت من وجهة نظرها لاستدعاء انتباه العالم لها وهي تعتبر بأنها أعادت من خلال ما قامت به بـ 27 تضيط فلسطين إلى أولوية الاهتمام العربي والدولي وإيران التي تستسمر بالدم الفلسطيني ليس لأنها تحن على فلسطين أو تريد الخير بالفلسطين والفلسطينيين أو العرب إنما من أجل تحسين ظلوك مخوضاتها على طاولة الإعادة ساتي نايم معلش سؤال أخير هناك بعض التقديرات أن هذه الحرب في غزة ممكن تستمر بضعة أشهر يمكن أن تكون ثلاث شهور أربعة شهور هل هيستطيع حزب الله أن يتماسك ويدوس على الفرامل على البريك يعني بتاعته بريك بتاعت الاندفاع بتاعه لمدة ثلاثة أربعة شهور من غير ما يجر إسرائيل لحرب مع حزب الله وبالتالي مع لبنان القرار ليس ميداني وليس حزب الله وليس القرار إيران فرملت إيران اندفاعتها عندما انتشرت الأساطيل الأمريكية في البحر قالت إيران إذا أردت أن تذهب باتجاه توحيد الساحات أنا هنا هذا التوازن وهذا الانتشار العسكري بولايات المتحدة هو الذي منع إيران من دخول المعركة ومنع حزب الله بالتالي من جر لبنان إلى هذه الحرب أما إذا إيران التي استثمرت بهذا الدم لم تحصل على ما تريده من الولايات المتحدة قد تتجه باتجاه توسيع الحرب وتوحيد الساحات كل الشكر لحضرتك سيد فارس سعيد السياسي اللبناني والبعلماني السابق سعدت بوجود حضرتك معنا شكرا